السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلين يوم شاء الله سنشترك معكم مائدة افطار رمضانية بوصفات سهلة وسريعة التحضير نتمنى ان شاء الله تعجبكم والعجباتكم لا تنسوش تضغطوا على الزر لايك وتشتركوا الفيديو مع الأحباب والأصحاب وتفضلوا معي بتشتفوا تفاصيل الفيديو بسم الله على بركتي الله أول حاجة ناخده هي مقلات نضيف لها زيت الزيتون من الأحسن من سخنوش المقلات باش ما يتحرق لنا زيت الزيتون وغدا نضيف تقريبا مقدار يعني بورو واحد ولا البواهو مقطع كيف ما كتشوفوا معي صافي كان شحرو هاد هاد البورو هادا حتى كي يعني حتى كي الدبل كيف ما كتشوفوا معي من بعد ما تشحرت لي هاد البورو ممكن نعوضوه بالبصلة البصلة الخطارية غدا نضيف دابا سبانيخ أنا اضفت هاد استعملت هاد الصغارين إلا استعملتوا الكبارين من الأحسن تقطعوهم تقريبا هنا عندي شي ميتين وخمسين جرام ديال السبانيخ غنشحرهم حتى هما حتى كي دبلو هادا نضيف دابا التوم تقريبا ثلاثة ديال الفصوص ديال التوم هنا تحميرها اللي هي الفلفل الأحمر الكامون صحيح يعني حبوب وهنا حبوب الخردل يعني المتعد تقدروا تعاوضوه بمعلقة كبيرة ديال المتعد هنا الكوركم هاد التوابل مع بعضها كتجي لديدة بزافت تمنى ان شاء الله تجربوها وهنا عندي الملح كان شحار هنا صفي هنا قربت كان نقص البوطة دابا حنت لانني ضفت التوابل كان نضيف دابا القصبر والمعدنوس كان نضيفه الكمياء اللي بغينا وهنا غنضيف شوية ديال الشعرية الصينية ديال الاروز تكون عندي هنا يا شمية وخمسين جرام ديال الشعرية الصينية غنخليهم خمسة دقايق من بعد مرور خمسة دقايق سافيك نزولو المقلات بسم الله دا بغدا نحضروا البستو باش غدا ننسمو هاد هاد المحنشا هادو هنا عندي اه القصبر والمعدنوس ونقدرو نضيفو حتى الحبق انا غي ما كانش عندي داك شي علاج ما اضفتوش هنا عندي الحامض زيت الزيتون غدا نضيف هنا التوم وغدا نضيف هاد شي كلو هاد نوات كاجو ليس قدروا تعاوضوهم باللوز ولا بسنة وبار اللي توفرتو عليه وهنا عندي اه شوية دا الحار يعني الهريسة وغنطحن هاد البستو كامل وغنجيبوه باش غدا نضيفو الحشوة ديالي كاجي لديده لديده هاد هاد الحوشو هادي وكاجي مغيره هنا عندي اه الميرنة كيما كان قولولها في المغريب يعني الميرنة اه غي دخلتها الفران غي خمسة دقايق لا اكتر باش متنشفش لنا بزاف اي خمسة دقايق اه اه رشيت علي عغي شوية ديال سودانية وشوية ديال الملح وبالنسبة للبستو خاصكم تقدروا تضيفو ليه المالح والبزارو كيف ما تنسموه انا ما ضفت لانني في الحشوة ضفت الملح باش ميجينيش مالح هاد شي سافي في القياس جات هي هاديك ما جات لمالح لنقصة في الملح سافي دبا كنجيبو كنخليو الحشوة تبرد يعني لكنا الزربانين ويعني باش ننظمو قتنا نقدرون بما خلينا الحشوة تبرد نقدروا نشيو نحضروا اشياء اخرى بما انني نغد نوجد غي شربة سهلة كتتوجد بسرعة فانا خليت الحشوة بردات ومشيت قديت شغل اخر عدا باش جيت باش عمرتها يعني هاد الفطور هادا سريع جدا يعني مما كياخدش بزاف ديال الوقت بامس بما انني استعملت لبط فيلو جاهزة كيف ما كتشوفوا معايا خديت ورقة ديال ديال فيلو ادهنتها بزيد بالزبدة دائبة اللي كنكونوا مزولين منها الحليب نتنيوها على زوج ونباد على اربعة كما اننا نقدر نخليوها يعني على ورقة واحدة وندولوه من بعد كنجيب الحشوة ديالي وهاد الحشوة هادي ممكن اننا نحضره بها حتى البسطيلة نقدر نضيفه الإضافات اللي نقدر نضيفه هي كيف ما قلت لكم الحبق والشامبينيون حتى الفطر كيجي فيها زوين بزاف والسبانيخ حتى هما نقدروا إما نقلوهم إما نكتروهم لأن معاك نسموها بالبيستو ما كتجيش بينها بالمرة المادق ديال السبانيخ ما تخافوش حتى الوليدات غادي ياكلوهم ما يحسوش بأن رافيهم السبانيخ ديجيب ليهم بحلا رافيهم غي قصبروا المعدنوس وبالنسبة لقصبروا المعدنوس حتى هو نقدروا نستغنوا عليه يعني نقدروا نستعمله غي الحبق بوحده حبق لي هو الريحان وبالفرنسية بازيليك تباك ناخد وحدة يعني ورقة أخرى وغدا ندهنها كيف ما كتشوفوا معايا نقدروا نلسقوا يعني الطرف الأخير بشوية ديال تقيق الماء ولا شوية ديال البيض يلخفتوا يتحلوا ليكم سوف نستمر بنفس الطريقة حتى غدا نكمل يعني الكيميا كلها كنت بغا نحضر حتى هذو كلي كاغي ولكن كنت في الميت هاد الاباغتي هذي ساعم شاري الفيلم بقاع الفيلم ديال المحنشات يهد الورقة هذي كتغيكت تهرس ولكن كتجي مقرمشة مزيان أنا مكترش لها زبدة بالزافد هنتا غيشي شوية غيشي شوية وغدا نكون سخنت الفرن فهد الأثناء الفرن كنكونوا مسخنينه على مية وسبعين مية وثمانين درجة وكنخليها تقرمش مزيان يعني حتى الطيب وتحمر عادة باش كنزولوها دبا وصلنا الشربة شربة اللي بسيطة جدا وكجلديدة فيها بتاطا وفيها القرعاء وفيها البصلاء الخضارية ونضيف لها هنا الفلفل الأبيض والملح وتقدروا تضيفوا مناسمات أخرى إلا بغيته تقدروا تضيفوا المعدنوس القصبار يعني توابل أخرانة هاد المرة غنخليها بسيطة ما غداش ننضيف لها التوابل سافي كيف ما كتشوفوا معيها هي دبا طابط غنضيف لها زيت الزيتون ضروري 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 زيت الزيتون هو اللي غدي نسمها وممكن أن ننضيف لها الجبن هاد الشربة من بعد العاصر لغدا الأنواع دي العاصر هاد النوع اللي اول غنضير فيه تفاحة برتقالة والمانج المانج والعاصر الثاني في زوج دي الافوكا زوج بانانات وحمضة وكنتحنوهم بشوية دي القلاسون وشوية دي اللماء وكيكون هاد هو الشكل النهائي دي الشربة دي النازي انتهى بزريعة القرعة وشوية دي المعدنوس والعاصر دي البرتقال والمانج والدفاح كي جزوين بزاف حتى هو اتمنى ان شاء الله تجربوهم وبالنسبة للشربة تقدروا تضيفو لها إضافات أخرى وهنا يا العاصر دي الافوكا والبانان والحامض يعني ممكن تضيفو السكر إلا بغيتو انا غنبغي هكذا كبلا السكر ما غنضيفش السكر قدروا تضيفو العسل إلا بغيتو وهنا المحينشات اللي طيبناهم بدرجة الحرارة تكون هابطة باش كي يجونا بقرمشين والقريشلات نخلي لكم ان شاء الله الرابط أسفل الفيديو تمنى ان شاء الله يكون الفيديو ديال اليوم من الإعجاب ديالكم إلا عجبكم كيف العادة ما تنسوش تلايكي والفيديو وتشتركوا مع الأحباب والأصحاب إلى وصفة جديدة ان شاء الله هاستوضعكم الله الذي لا تضيع ودائعه اشتركوا في القناة